أبو حميد من وجهة نظر النقد الرياضي وفي إطار الاستبدالات اللي هتحصل بسبب الإصابة وبسبب الإنذارات فإحنا هنزل اتنين لعيبة تانيين حلو خالص تظن بإيه؟ والله خليني في البداية برضو مش هزن على قد ما هقول إنه 23 لعب عندنا هم لعيبة رجالة عارفين صعوبة المباراة صح وعارفين إنه الوضع فرقة ما جابتش فيك جون بقالها 210 دقيقة وفضل 90 دقيقة وتحقق الحلم الحلم يبقى مزدوج إنه أنا رح كاس عالم وإنه أنا بقى أثبت إنه كنت أنا لحق ببطولة الأمم لأنه أنا رايح لك بطولة الأمم في النهائي كنت بتكلم مع حضرتك أي مياه في مداخلة إحنا رايحين ليهم بعد مطش زيادة عليهم بالتوقيتات الإضافية اللي أنا لعبتها وراح لهم أقل منهم في الأيام راحة لما جينا لعبنا مطش مسرح نكسبنا بس صعوبة المباراة إنه هادلوقتي مطش العودة على أرضهم وسط جمهورهم هما كانوا فنيا هنا عليين ما عندناش مشكلة ولكن النهاردة كيرو شواء بتكلم قال يا جماعة ما فيش فريق بيستحوز 100% بس أنا من نوعية لو استحوزت 5% من 100% قد رجيب فيهم جول فبالنسبة له عنده ثقة وأنا بحيي جدا على تصريحاته اللي بيطلع يقولها في توقيتات معينة هو بيختارها بيوصل يا إما رسائل للجمهور يا إما رسائل للعيبة بتاعته وكان بيستغل تويتر في الموضوع ده لكن إنه يبقى موجود ياسر إبراهيم أنا مش ألقان لأنه ياسر نزل المطش اللي فات صحيح شال جنين فالطبيعي جدا إنه اللعيب اللي هيدخل سواء علي جبرة أو عيمن أشرف وهم الاتنين الأقرب أن يبقوا موجودين في المكان ده أنا مش ألقان من الحتة دي خصوصا إن الراجل بيعمل طريقة والكابتن محمد حشيش فنيا قدر مني في ده الراجل عمل طريقة إنه هو بيعمل سلاسيات في الملعب تلاقي النني رامي على عمر جابر ومع محمد صلاح تلاقي حمدي فاتحي رامي مع النني ومع عمر جابر تلاقي النني مع الاتنين قلب الدفاع تلاقي السلية الناحية التانية مع فتوح ومع تريزيجي أو مرموس فأعتقد حتة التأفيل هو بيعملها كويس بدليل إحنا لما وصلنا ضربات جزاء في بطولة الأمم ده ما بيدلش على إنه أمر عشوائي أو إنه إحنا فريق دفاعي هو فريق خطة والناس اللي زعلنا إنه الأداء عندنا مش في أفضل صوره ده طبيعي لإنه إحنا من 2010 كابتن محمد مابنوصلش بطولة الأمم ثلاث مرات مابنوصلش كاس عالم بقالنا 28 سنة والبداية في البطولة دي بالضبط لما جاء كوبر استلم منتخب شاف إنه القماشة اللي معاه مقدرش أوصل بيها غير إنها لازم أدافع لما كنا بنقول باصل صلاح ونجحت الخطة ووصلنا بطولة الأمم والنهائي قدام الكاميرون وخسرنا في الجابون وصلنا كاس العالم الراجل لما جاء استلم منتخب بعد كابتن حسام البادري وبعد أجيري منتخب ما كانش ليه ملمح والملمح الوحيد الباقي عليه هي صبغة كروش الدفاعي صبغة كوبر الدفاعي فهو استلم منتخب دفاعي ودخل في المعمعة على طول هو جاء دخل في المعمعة إلعب ليبيا وإلعب أنجولا وإلعب الجوون بدليل إنه كان بيكسب ليبيا هنا واحد بيطلع يكسبهم بره 3-0 لأنه هو عنده أريحية إنه هو يلعب بالورق بتاعه لكن في النهاية هو بعرف يدافع بعرف يوصل اللي هو عايزه في مباريات لا تلعب ولكن تكسب تكسب بقى بالخطة ما تجيش تقول لي إنه الأداء أنا فعلا من مباريات الزهاب الآن بس إحنا برضو كنا قلقانين قبل ما نلعب مطش الزهاب صح ولا غلط صح لأنه أنا جاي للمنتخب الأقوى في القرى جاي للمنتخب الأفضل تصنيف الأول وأنا تصنيف تاني ولكن بعد المباراة كان المردود مختلف تماما أنا جبت جول كسبت هي هجمة واحدة اللي عملتها هجمتين جبت منهم هدف طلعت بالله أنا عايزه وأنا واسق إنه إحنا نقدر نعمل ده لو إحنا مضغوطين هم كمان مضغوطين عامل الوقت عندهم هيبقى مهم بالنسبة لهم علشان المباراة على أرضهم علشان المباراة على أرضهم